السلام عليكم الاندوتراكيالتيوب او الانبوبة الحنجرية ده عبارة عن انبوبة بلاستيكية بيتم ادخالها من الفم والحد ما توصل لداخل الكصبة الهوائية علشان يتم من خلالها ادخال واخراج الهوى للرأتين اللي هي عملية التنفس وبنركب الاندوتراكيالتيوب في حالات معينة زي في حالة لو الشخص دخل فكومة او غيبوبة وفي نفس الوقت بدأت تلاحظ ان عملية التنفس عنده غير مستقرة وفي حالات الارست اللي هي الحالات اللي القلب او الرأتين عندهم بتتوقف وهنتطر ان نعمل لهم سيبقار او انعاش قلب رأوي وفي حالة العمليات او الاجراءات الطبية اللي هنضع فيها الشخص تحت التخدير لكل الفترة طويلة وفي حالة ظهور اعراض الرسبيراتوريفليار او فشل التنفس اللي هي نسبة الاكسجين في الدم بتقل او ان الشخص بدأ يحصل له اختناء وفي حالات تانية كتيرة بنلجأ فيها لتركيب الاندوتراقية التيوب او الانبوبة الحنجرية وبيتم تركيبها بواسطة الطبيب البشري وبيقوم التمريد بتجهيز الادوات والعناية بيها بعد تركيبها والادوات اللي بنستخدمها كالاتي رقم واحد وهي انبوبة القصب الهوائية وبيتم تحديد مقاسها على حسب سن المريض وعادة مقاسها او كترها الداخلي بيكون من 2.5 ل 10 ملي رقم 2 وهو المنظر الحنجري ودي عبارة عن اداة بيكون فيها اضاءة او كشاف بندخلها جوة فم المريض اثناء التركيب علشان تساعد على الرؤية وبنحتاج سرينجة 5 سنط بتكون فضية او فيها هوى عادي علشان نسبت بيها الانبوبة بعد تركيبها وبنحتاج شاش او بلاستر علشان نسبت به الانبوبة وانبوباج علشان ندي به النفس او الهوى وهنشوف ازاي بنعمل كده اثناء الاجراء وباقي الادوات زي الجلافز او المسكة او السماعة واول ما بنفتح الفم بنلاقي فتحتين قدامنا الفتحة اللي فوق بتكون فتحة القصبة الهوائية اللي بيدخل فيها الهوى للرؤة ودي اللي مطلوب نركب فيها التيوبة والفتحة التانية هي فتحة المريء اللي بيدخل منها الاكل للمعدة وبيكون موجود جزء على مقدمة القصبة الهوائية اسمه لسان المزمار والجزء ده وظفته انه بيقف الفتحة القصبة الهوائية اسناء بلع الطعام وبيفتح اسناء دخول الهوى واسناء الاجراء بنعم المريض على ظهره رقم واحد بندخل المنظر الحنجري داخل فم المريض ونضغط به على اللسان علشان يفتح لسان المزمار وبالتالي فتحة القصبة الهوائية تكون واضحة وطبعا المنظر بيكون فيه اضاعة وده هيساعدك جدا على الرؤية واول ما بتشوف فتحة القصبة الهوائية بتبدأ تدخل فيها التيوبة والحد ما تتأكد ان الجزء اللي فيه البالون دخل بالكامل جوه القصبة الهوائية والبالون هو الجزء الصغير اللي موجود قدامك ده وبعدها تحقن 5 سنط هوى في اللاين الصغير اللي بيكون متصل بالتيوبة الهوى ده بينفخ البالون علشان يسبت التيوبة جوه القصبة الهوائية وما تطلعش برا وخد بالك انك من اول ما دخلت التيوبة جوه القصبة الهوائية ان المريض ما بيتنفس وما فيش اي هوى داخل للرئة فبعد ما بتدخل التيوبة وتثبتها بتوصلها بسرعة بالامبوباج او بجهاز التنفس الصناعي واخر خطوة بتثبت التيوبة بشاش او بلستر علشان ما تتحركش من مكانها اشتركوا في القناة